اهلا بكم كان التحدي الرئيس لتجربة العراق الجديد هو القدر على بناء دولة مؤسسات حقيقية راسخة وقادرة على توفير المنافع والخدمات العامة الأساسية للمجتمع لذا كانت تبعات هذا الفشل الذي تواصل وازداد لاحقا هو تصاعد معدلات الفقر المدقع والبطالة وانهيار منظومة الخدمات الأساسية وفقدان الأمن وتحول العراق إلى ساحة مفتوحة تعيث فيها الميليشيات الطائفية وفرق الموت الخاصة وعصابات الجريمة المنظمة فشل الطبق السياسي في بناء دولة المؤسسات الحقيقية هو الذي سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطرح فيها الأسئلة التالية كيف ساهم تشوه النظام السياسي في العراق الجديد في تشوه مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية كافة ولماذا فشلت الطبقة السياسية الحاكمة في العراق في إقامة الدولة المؤسسات الحقيقية الراسخة خلال الخمس عشر سنة الماضية برغم تعهداتها المكررة وما هو الثمن الذي دفعه العراق وشعبه جراء انهيار مؤسساته السابقة وعدم إيجاد البديل الحقيقي عنها وما هي مساهمة الفراغ المؤسسات للعراق الجديد في بروز وتجذر الفساد الحكومي وتغوله وهل ما زالت الفرصة مؤاتية للشروع ببناء دولة مؤسسات مهنية ونزيهة بعد هذا الخراب الكبير الذي جرى خلال الخمس عشرة سنة الفائتة ضيوف الطاولة رافع الفلاحي عبد الحميد العاني مازن الرمضاني وصل بولي بريمر إلى بغداد يوم الثاني عشر من آيار الفين وثلاثة بوصفه رئيسا لسلطة الاحتلال المؤقتة التي أنشأها الأمريكيون بعيد احتلال العراق في التاسع من نيسان بعد وصوله بأيام قليلة قام بحل الجيش العراقي وجميع مؤسسات الأمن الوطني وكل التشكيلات العسكرية وانهيت خدمات جميع منتسبي هذه المؤسسات واعلن بريمر إنشاء جيش عراقي جديد قوامه الميليشية الطائفية سواء التي تأسست في إيران كميليشيا بدر أو تلك التي أسست بعد غزو العراق كميليشيا جيش المهدي التابعة لمقتدى الصدر قامت صيغة الحكم في العراق الجديد بعد الفين وثلاثة على التوازنات الطائفية والعرقية وفق دستور أثيرت حوله الكثير من الشبهات واللغط والتهمة بتجدير الواقع السياسي الطائفي ساهمت المحاصصة الطائفية السياسية في التصدعات والشروخ التي أصابت جدران الانسجام المجتمعي الأمر الذي حال دون بناء مؤسسات الدولة بل وإفشال القائم منها انعكس هذا التشوه الذي أصاب هياكل الدولة العراقية ومؤسساتها بعد سنة الفين وثلاثة انهيارا شاملا في منظومة الأمن والخدمات الأساسية العامة في الصحة والتعليم والإسكان وبقية شبكة البنى التحتية الضرورية ساهم في هذا الانهيار كذلك تغول الفساد الحكومي واستباحة المال العام وجعل مؤسسات الدولة المنهارة غنيمة يتصرع عليها الحاكمون الجدد للعراق من شركاء العملية السياسية فجر هذا الواقع المتردي الاحتجاجات الشعبية التي لم تتوقف منذ تظاهرات الخامس والعشرين من شباط عام 2011 والاحتجاجات في المحافظات المنتفضة نهاية العام 2012 وصولا إلى التظاهرات الحالية في جنوب العراق عاد شركاء العملية السياسية لنفس الأسس المعمول بها منذ العام 2003 في التشكيل الحكومي الجديد ما يعني أن الطبقة السياسية مستمرة على ذات المسار القديم في إدارة الدولة وأنها ليست في وارد التفكير في الشروع في بناء دولة مؤسسات حقيقية لإخراج العراق من هذا المأزق الكبير أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة التي ستبحث في فشل الطبقة السياسية الحاكمة في العراق في بناء دولة المؤسسات الحقيقية الراسخة ضيف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي ودكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين وسيكون معنا عبر الهاتف من لندن أستاذ علوم السياسية الدكتور مازين الرمضاني مرحبا بالضيوف الكرام جميعا لو بدأنا مع دكتور رافع الفلاحي دكتور النظام الذي تأسس في العراق بعد عام 2003 نظام ديمقراطي تعددي على الأقل كما يقول أصحاب هذا النظام وأيضا من دعمه وما زال يدعمه لحد الآن هل يؤقل أن هذا النظام الديمقراطي يفتقر كما يقول معارضه إلى مؤسسات حقيقية وراسخة وأن هناك في العراق الآن دولة ليس فيها مؤسسات يعني بالأصل بسم الله الرحمن الرحيم طبعا أستاذ ماجد يعقل جدا جدا لأنه بالأساس هو لا دولة ديمقراطية ولا أساسا هناك مفهوم للدولة مفهوم الدولة غائب من البداية مغير مفهوم الدولة من البداية كان الأساس أن تبنى هذه الدولة قالوا عراقا جديدا وتبنى على أساس المكونات عندما جاء بولو بريمر الحاكم الأمريكي سيئ الصيط الحاكم المدني الأمريكي سيئ الصيط أول ما فعله شكل مجلس الحكم وكان هذا النموذج نموذج لمكونات طائفية وقومية مكونات تمثل بأرقام عدد معين من الشياء عدد معين من السنة من الأكراد وهكذا فبالتالي ما بني على هذا الأساس كان هو الدستور بني على أساس المكونات أيضا وشجعت عليها الولايات المتحدة بشكل قوي دولة الاحتلال وشجعت عليها بريطانيا كل دول الاحتلال شجعت بهذا الاتجاه كل القوى التي جاءت وحكمت العراق منذ عام 2003 لحد الآن هي قوى طائفية وقوى مستندة إلى قوميات سواء عرب أو سواء أكراد أو سواء مكونات أخرى تركمان، أكراد، شيعة، سنة هكذا تعاملوا كل هذه القوى منطلقات طائفية، إثنية واضحة من البداية لذلك كان مريح بالنسبة لها أن تنطلق أو تأخذ مقاعدها وفقا لهذا الاستحقاق الذي جاءت به والمحتل شجع على هذا الموضوع ويعرف لماذا بالبداية قالوا وكانوا يقولون لنا أن البناء سيستغرق وقتا لأن هذه القوى لا تملك التجربة ليس لديها تجربة وهذه حقيقة فرية كبيرة أنت تأتي بقوى تقول أن هذه ستبني العراق الجديد وهي قوى سياسية ولا خبرة ولا حنكة وهي أفضل من السابق وقد جاءت للتغيير وبعد ذلك تتحدث أنها ليس لها خبرة في بناء الدولة لذلك تحملوها كانوا المطلوب أن يعطوها زمن سائب مفتوح كلما ضغط الشعب قالوا لهم اصبروا هؤلاء ليس لديهم خبرة يحتاجون إلى وقت يتعلموا خبرة تأتيهم يتعلموا الدرس لكي يبنوا ما تريدونه من المؤسسات والحقيقة أن قرار بناء المؤسسات لم يكن موجودا من البداية الولايات المتحدة جاءت وأزاحت كل المؤسسات الدولة القديمة هذا البناء التراكمي من عام على الأقل من بناء الدولة العراقية الحديثة من عام 1921 لغاية 2003 نحو 80 سنة بناء تراكمي وهذا البناء التراكمي مبني من قطع مختلفة وأشكال متنوعة من قوانين وقرارات واتجاهات وتوجهات وأفكار فبالتالي عندما تزيح كل هذا وتأتي لبناء جديد هذا البناء أساسا يجب أن يأخذ بعين الاحتبار أن التجربة سابقة قد حدثت على هذه الأرض والناس توطنت عليها والبناء يجب أن يكون منطقيا وعقلانيا لكي تبني بناء صحيحا ممتاز دكتور هذه الإشارة التعريخية إلى ما سبق عام 2003 دكتور عبد الحميد للعاني هذا التشوه أو التهشم في مؤسسات الدولة العراقية هل هو مرتبط أو نتيجة مباشرة لحقبة الغزو لعملية الغزو واحتلال العراق الذي جرى بعد عام 2003 وتفكيك مؤسسات الدولة التي قام بها بول بريمر رئيس سلطة الاحتلال المؤقتة أم هو عملية أيضا ساهمت بها حقبة تاريخية سماها الدكتور رافع البناء الإداري أو التاريخي للدولة العراقية 21 إلى 2003 أيضا كان لها نصيب من هذا التشوه في مؤسسات الدولة نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية لجميع المشاهدين ولكم ولي الضيوف الأساسي الكرام حقيقة يعني ربما قد نختلف مع النظام السابق لكن هذا لا يمنعنا من أن نقول أن الدولة العراقية منذ تأسيسها في 1920 إلى الغزو العراقي كانت هناك دولة رصينة وهناك دولة مؤسسات هذه الحقيقة أنظمة سياسية ليس نظام سابق ليس فقط نظام لكن على الأقل نتكلم عن ما قبل الاحتلال بالتأكيد هذه طيلة البداية الماضية تعاقب عليها رجال قد بنوا هذه الدولة وقد بنوا مؤسساتها وحينما الشعب العراقي يعني الذي حاء الآن الموجود هو غالبيته عدا طبقة الشباب التي يعني جاءت أو ولدت في ظل الاحتلال أغلبية الشعب العراقي الآن من شرائحه هو قد أدرك تلك الفترات الماضية ويقارن ويعرف الفرق بين الدولة التي كانت في ذلك الوقت رغم ما كان هناك تحدث من مشاكل ومآسي وربما وبعض الأخطاء السياسية وغيرها لكن كان هناك مؤسسات لذا بعد الغزو الأمريكي رأينا جميعا الشعب العراقي كله رأى أنه هؤلاء الذين جاءوا هم ليس فقط لم يبنوا مؤسسات وإنما لم يحافظوا على المؤسسات الموجودة سابقا يعني بولي بريمر الذي ذكرته واشار له الدكتور هو أحل أجهزة الدولة لكن على الأقل يعني غير الجيش والشرطة التي أحلها والأجهزة الأمنية بقية الوزارات هذه كانت موجودة والبنية التحتية كانت موجودة لأنها تراكمات سنين طويلة جدا من خبرات عراقية وكفاءات عراقية بنت هذه البنية التحتية سواء كانت بنية تحتية على صعيد الخدمات أو بنية تحتية للمؤسسات مؤسسات الدولة وكلنا نعرف ونتذكر أنه كيف الغزو الأمريكي والدبابات الأمريكية قد حافظت على وزارة النفط تحديدا ولذا الحكومة الجديدة قد استلمت هذه الوزارة على الأقل إذا قلنا بقية المؤسسات ربما تعرضت لبعض السلب والنهب وغير ذلك لكن هؤلاء الذين جاءوا استلموا بنية تحتية من هذه المؤسسات ليس فقط لم يحافظوا عليها أو يطوروها وإنهم لم يحافظوا على هذه بل ربما كان لهم دور كبير في عملية هدم هذه المؤسسات بواسطة المظلة التي استضلوا بها وهو المشروع هنا يجب أنه ندرك يقينا أن هذا المشروع الذي جاء به الاحتلال الأمريكي بالتخادم مع المشروع الإيراني هو لم يكن هدفه إلا تدمير البنية التحتية العراقية وتهشيم هذه الدولة وتفتيت مجتمعه وهذا ما لحظناه الذي حيث أنه النتيجة اليوم بعد هذه الخمسة عشر عاما أن المواطن العراقي يعاني معاناة كبيرة في كل الأصعدة ليس فقط على أصعدة الخدمات كما نراها وإنما على الصعيد حتى الاجتماعي العلاقات الاجتماعية بين الناس وعلى الصعيد السياسي فالوضع الآن الوضع السياسي الراهن من أتعس ما يكون وكل المقاييس الدولية تشير إلى أن العراق اليوم هو يقع في أسفل السلم في كل الأصعدة في الإدارة والفسادة على ذكر أيضا النظام السياسي التعييس كما تصفت دكتور مازن الرمضاني في لندن تشوه النظام السياسي أو هذا النظام السياسي التعييس كما يقول دكتور عبد الحميد العاني محل إجماع على هذا التشوه وهذا البؤس حتى من أصحاب هذا المشروع هذا المشروع أو النظام السياسي برأيك كيف انعكسه سلبا على مؤسسات الدولة التي كانت موجودة وبالتالي نتج عنها الآن مؤسسات للدولة مشوهة وبائسة وكسيحة بل وعاجزة وكأنها غير موجودة أصلا نعم عزيزي شكرا جزيلا على الاستضافة نهلا نوسي حيك وحي الأخوة العزاء دكتور رافع دكتور عبد الحميد وأيضا المشاهدين نهلا نوسي آآ الكرا في غاية الأهمية لتذكر أن العراق منذ 1932 جولة توافرت على مقومات القدرة على الفعل ذاتيا وموضوعيا وبالتالي توافرت على قدرة الفعل الهادث والموثل توافر العراق منذ 1932 حتى الاحتلال في 2003 نجم عن علاقة طردية موجبة بين الفاعلية الداخلية للعراق والفاعلية الخارجية له طبعا هذه العلاقة الطردية الموجبة ناجمة عن حسن توظيف القدرات التي توافر عليها العراق داخليا وخارجيا التجربة التاريخية تأكد إن احتلال العراق في 2003 يشكل نقطة فاصلة حاسمة بتاريخ الوضان نعم بين نوعين من الدولة في العراق نعم الدولة الهادثة قبل 2003 والدولة الفاشلة بعد 2003 الدولة الدولة الهادثة في العراق من 2003 حتى من 1932 إلى 2003 بس ثناء بعض عدد من السنوات هذه المرحلة انطلقت من رؤية حضارية بكيفية بناء شروط الفاعلية الداخلية وتوظيف مخرجات هذه الفاعلية على الصعيد الخارج ومن هنا كان العراق داخليا يبني وخارجيا يتوافر على قدر عال من التأثير الاقليمي لا بل حتى التأثير الدول المرحلة اللاحقة بعد 2003 والتي لا زالت مستمرة إلى الوقت الراهن مخرجاتها مخرجات هذه المرحلة نجمت عن سياسات سلطة الاحتلال وسياسات الحكومات المتعاقبة هذه المخرجات لم تؤدي إلى التراجع الحضاري للعراق فحز وإنما أدت إلى أن يتحول العراق إلى دولة فاشلة وفاسدة داخليا وضئيلة التأثير جدا خارجيا إذن العراق من إشكالية كدولة فاشلة وفاسدة على شتى الصعود طبعا هذه الإشكالية أضلت بالبلد إلى حالة غير مسبوقة في تاريخها وفضلاً أن هذه الحالة تقدم الدليل تقدم الدليل لتقدم الدليل المضاف لحركة صعود وهبوط الدول ألو نعم معك أسمعك دكتور ألو تسمعني أسمعك نعم إذن بعد عام 2003 العراق يقدم دليل مضاف على مصداقية القانون الذي تميز فيه حركة التاريخ قدر تعلق الأمر بتول واضح أنه النظام السياسي النظام السياسي الذي وجد بعد عام 2003 كانت تأثيرات السلبية بسبب تشوهة بسبب بؤسة بسبب عدم صلاحة انعكس على أداء الدولة العراقية في الداخل وفي الخارج لناحية الطبع الخارج لناحية التأثير كما ذكرت أشكرك دكتور دكتور رافع الفلاحي يعني ما الذي حال دون إقامة بناء دولة المؤسسات الحقيقية والراسخة والمعتبرة القادرة على القيام بمهامها على أكمل وجه في تقديم المنافع والخدمات العامة للمجتمع سوى كارة مدنية أو عسكرية برغم كل ما توافر للطبقة السياسية الحاكمة من دعم من كارات مادية عراقية بحتة ودعم أيضا إقليمي ودولي وأيضا ما هو الثمن الذي دفع العراق وشعبه جراء وجود هذه المؤسسات الهشة المشوهة الكسيحة أشكرك هذا السؤال ربما هذا السؤال يلخص كل حديثنا أو في جوهر حديثنا الحقيقة أولا أقول أن أي دولة بناءها يحتاج إلى إطار سياسي وإطار السياسي عندما يريد أن يكون مؤسسي للبناء يجب أن يكون إطارا وطني هذا مفقود كان في العراق من عام 2003 لحد الآن مفقود وكل الذين جاءوا في العملية السياسية وحكهم العراق واقع الحال أثبت أنهم أجراء وكما يقول الأخوة في مصر أنفار يشتغلون لدى مقاولين يريدون برنامجا معين لتنفيذه هم مجرد أجراء ينفذون مشروعا وهذا المشروع لا يحتمل أن تبني مؤسسات إذا بنيت مؤسسات ستذهب إلى خطط تنمية وستذهب إلى استثمارات جيدة وستذهب إلى استثمار بالمواطن وقضية كبيرة جدا جدا هم لم يأتوا من أجلها هم جاءوا لي كي يهدوا كل البناء السابق ويغدوا العراق ضعيفا للدرجة التي تتحكم به كل القوى وتستغل وتأخذ كل مواردة وثرواته هذا واقع الحال الدولة كما يقال هي تجسيد للإرادة العامة السؤال يطرح نفسه هل الإرادة العامة في العراق هي إرادة مكونات وطوائف يعني هل الشعب العراقي كانت إرادته إرادة مكونات وطوائف طوال تاريخه هذا تاريخ هذا اللي حقق بكل هذه الإنجازات هي كانت بهذا الشكل هذه كذبة كبيرة هم أرادوا أن يعني يضللوا بهذه القضية لذلك تحدثون يعني لماذا تعترضون على المكونات ونحن يعني العراق لأنه به كثير من المكونات ربما يعني على سبيل الأمثلة سأعطي ثلاث أمثلة سريعة جدا قبل أن أذهب الإجابة ما هي الخسائر وهذه بلا رقام سأعطيها ربما أقول أنه عفوا سيريلانكا مثلا هي دولة طوائف مجتمع تعددي ينقسم قوميا إلى مجموعتين السنهال والتأميل وفيه يعني ثلاثة أخرى ثانوية هي المور والملاوين والبرغر وهناك لغتان رئيسيتان بالبلد ولغات أخرى أيضا لكن دستورهم دستور مبني على المواطن الهند فيها عشرات الأديان فيها ثلاثة وعشرين لغة رسمية فيها ميتين لهجة لكن عراق مختلفة لكن بها دستور مبني على المواطن الولايات المتحدة نفسها التي غزت العراق هي مجتمع متعدد الأصول فيها فارقة فيها أسيوين فيها أوروبيين فيها من دول أخرى كثيرة وعلى اللون أسود وأبيض وأصفر وصينيين وبالتالي لكن دستورها دستور مواطن يعتمد على المواطن لكن في العراق يتحدثون عنه يعني وكأنه العراق شيء آخر أريد فقط يعني في قراءة لأحد لأحد الدراسات أحد أحد الباحثين العراقي انكتب دراسة عن دولة المكونات هذه كيف خسرت العراق سنتحدث عن خسائر ربما بالأرقام سنتحدث عن الخسائر لما بعد الفاصل حتى لا يكون الكلام مقطوعا وقد تشوها الفكرة إذن نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة طاولة حوار عن فشل الطبقة السياسية في بناء دولة المؤسسات الحقيقية والراسخة ابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر عبر الإنترنت دكتور مازن الرمضاني دكتور كنا نتحدث عن الفاصل عن فاتورة الخسار التي دفحها العراق جراء تشوه المؤسسات الدولة ما كنا نتحدث عنه عندما تكون هناك دولة يكون هناك نظام وتكون هناك مؤسسات هناك خطط تنموية واستثمار في المواطن وفي كل الثروات شيء آخر والمنتوج شيء آخر والحاصل مخرجات شيء آخر مخرجات هذه القضية دولة المكونات هذه الدولة الطائفية ودولة المكونات التي قالوا عنها أن لا تحدث عن النهب ولا تحدث عن الفساد لا تحدث عن هذا أنا تحدث عن قطاعات مثل ما تحدث عن هذا البحث بحث يعني غني وتحدث عن دولة المكونات كيف بالأرقام طبعا هو تحدث لغاية من عام 2003 لغاية عام 2014 لكن بحسابات النسبة والتناسب ممكن أن نصل إلى عام 2018 برقام تقريبية فلذلك توصلنا إلى النتائج التالية ربما عشر قطاعات سأتحدث عنها بشكل سريع هذه ليس لها علاقة بالأموال التي نهبت هذه بالاستثمار بهذه القطاعات وكيف خسرنا فيها خسائر النفط في قطاع النفط خسرنا 104 مليار دولار طوال هذه السنوات في قطاع الغاز خسائرنا تقدر 69 مليار في قطاع تصفية النفط تقدر ب34 مليار دولار خسائر الاقتصاد العراقي بسبب عدم وجود كهرباء هذه الكهرباء التي صرفوا عليها بحدود 109 مليار دولار خسائر قطاع الصناعة تقدر به 85 مليار يعني لو كانت موجودة صناعة قطاع الزراعة خسائره 17 مليار دولار خسائر قطاع السياحة تقدر 28 مليار دولار خسائر قطاع النقل تقدر ب42 مليار دولار خسائر قطاع الاسكان وبناء الدولة 66 مليار دولار خسائر قطاع الخاص لو كان مسموح لأن يعمل بالطريقة الصحيحة مو بياعين دكاكين ومحلات بهذه الطريقة 116 مليار عندما تحسب كل هذه هذه تقدر كأنها خسائر مباشرة نعم هذه خسائر مباشرة نعم نعم عندما تحسبها هذه فقط خلال هذه السنوات الـ15 المجموعة هذا الرقم 670 مليار دولار 670 مليار دولار عدا نحو تريليون دولار جاءت عائدات للنفط وذهبت أو جرت ونهبت أو ضيعت وذهبت فإحنا في كارثة الحقيقة إضافة إلى هذا على المستويات الأخرى لأن هذه مستويات مادية واقتصادية ما ألاحظ هذا بيتشوه مؤسسات الدولة لو كانت هناك ذلك أنا قلت لو كانت هناك مؤسسات وهناك خطط تنموية وهناك استثمار في المواطن وهناك استثمار في كل الثروات لم تكن هذه كان هناك صناعة كان هناك زراعة كان هناك قطع قطع خاص يعمل كان هناك كهرباء متواصلة معامل تشتغل هنا عدد المعامل التي توقفت عن العمل أكثر من 14 ألف معمل ومصنع فهذه جزء من عدهة وريد أن أقول ربما بالقضايا الإنسانية بالقضايا الملموسة على المجتمع خسائر أيضا نحن لدينا خمس ملايين مهاجر موزعين على نحو 120 دولة ربما أدنا ثلاث ملايين نازح الآن ووصل عددهم في فترة من الفترات أكثر من 6 ملايين نازح خمس ملايين وستمائة ألف يتيم ثلاث ملايين أرملة سبع ملايين عراقي لا يجد القراءة والكتابة لاحظ هذه الأرقام هذه دولة المكونات هذه نتائج هذه مخرجاتها نسبة البطالة أكثر من خمسين بالمية خمسة وثلاثين بالمية من العراقيين تحت قط الفقر هذه أرقام ربما من وزارة التخطيط الحالية دعش بالمية تعاطون المخدرات من العراقيين مع الأسف الشديد 14% عمالة الأطفال دون 15 سنة أكثر من 40 مرض ووباء موجود الآن في العراق بعد أن كان العراق في سنة من السنوات قد أعلن قضاء على كل الأوبية والأمراض لا يوجد لدينا نحو 14 ألف معمل مثل ما قلنا هذه مغلقة العراق استورد من 85% إلى 90% من المواد الغذائية و95% من المواد الأخرى التعليم في أسوأ حالاته نحن الآن نحتاج إلى 11 ألف مدرسة أكثر من 11 ألف مدرسة الديون العراقي تزيد رغم كل هذه الأموال عن 120 مليار دولار هذه مخرجات دولة المكونات والمحاصصة دكتور عبد الحميد مبالغة ربما أو إجحاف أو ظلم أن تتهم نظام السياسي برغم كل هذه الحصاد المر أنه المسؤول فقط عن تشوه مؤسسات الدولة عن تشوه الدولة المؤسساتية وغض الطرف عن عوامل أخرى أيضا ساهمت في هذا الانحدار في هذا التشوه سواء كانت داخلية أو خارجية فقط النظام السياسي هو المشكلة في هذا التشوه؟ يعني من يقرأ هذه الأرقاب وغيرها طبعا كثير يدرك بلا ريب أن هناك تعمدا مقصودا للوصول إلى هذه النتيجة لا سيما مع وجود إمكانيات يعني فضلا عن الإمكانيات الاقتصادية المهدورة وهناك إمكانيات بشرية لدينا هنا من المسؤول غير النظام السياسي إن لم يكن هو المسؤول الوحيد عن هذا ثانيا إذا نظرنا إلى الأسباب التي أدت إلى مثل هذه الخسائر وغيرها يعني الإنسان العراقي اليوم أصبح أمنه وحياته مفقودة ومهدورة وكرامته مهدورة من أوصل إلى هذه النتائج؟ أليست هذه النظام السياسي الذي حمى هؤلاء الفاسدين والذي وفر البيئة الآمنة والأرض الخصبة لنمو هذا الفساد ولتفتيت هذه الأمور هذه المشاريع الوهمية والنهب وغيرها وعدم وجود أكفاء لإدارة هذه المؤسسات وكانت كل الأجهزة الدولة مؤسسات الدولة كلها تدار بصيغة المحاصصة ومراضات الأحزاب محاصصة طائفية ومحاصصات حزبية لأنه كل النظام الآن القائم هو عبارة عن ترضية هذه القائمة وهذا الحزب وذلك الطرف لأننا نقول قلناها سابقا أن أساس المشروع هو لم يأتي لبناء دولة وإنما جاء لهدم دولة المشروع الأمريكي لم يأتي لإعادة بناء العراق كما يدعى ولا لإعادة توزيع الثروات ولا ولا لغير ذلك وإنما جاء لتفتيت العراق وتقسيمه ولتشريد أبنائه ولذا هؤلاء كان مثل ما وصفهم الدكتور قبل قليل كانوا أجراه فقد أدوا الواجب كما يجب عليهم وهو دعم هذا المشروع للقيام بهدفه ثم هم كانوا أيضا منشغلين بأهدافهم الخاصة وهو السلب والنهب ولذا تراكم هذا واجتمع هذا كله لتكون هذه النتيجة وهذه المقبجات التي هي مأساوية بكل ما تعنيه الكلمة من معه نعم دكتور مازل الرمضاني إذا أخذنا هذه الاتهامات الموجهة للطبقة السياسية بتعمدها تشوه مؤسسات الدولة وجعلها على هذه الصورة السيئة والبائسة التي هي عليها الآن هذه المؤسسات سواء كانت مدنية أو عسكرية وهذا ما مجسد في انعدام الأمن وانعدام الخدمات الأساسية والتظاهرات التي جرت في البصرة وغيرها ما هي الفوائد أو الفائدة التي تحصل عليها شركاء العملية السياسية من تشويه مؤسسات الدولة استمرار هذا التشوه الاستمرار في عجز هذه المؤسسات عن القيام بواجبها هل ثمت فوائد عادت على الطبقة السياسية من واقع هذه المؤسسات طبعا هناك الكثير من الفوائد لكن قبل ما أتكلم عن هذه الفوائد يجب أن نذكر حقيقة أنا ذكرت في كلام قبل قليل إن العراق يشكل نموذج فريد للفشل في تاريخ المعاصر منذ 1932 حتى هذه اللحظة نموذج فريد من الفشل هذا الفشل يتجسد على عدة سعود أولاً البلد العراق هدف مثل بقية الدول وبمعنى إن العراق لا يسعى إلى تحقيق أهداف تنموية حضارية وإنما البلد هو دولة سلطة وهناك فرق كبير جداً بين دولة الهدف ودولة السلطة أيضاً البلد ليس دولة مواطنة ومؤسسات وإنما دولة مكونات وميليكيات وهذا الواقع لا يمكن نقرانه هذا الواقع يا أخي جعلنا نتراجع عشرات عشرات السنين إلى الخلف في الوقت الذي كثيراً هي الدول خلال فترات زمنية استطاعت الارتقاء من حالة التخلق إلى حالة الارتقاء الحضاري أيضاً بلدنا فيه تنتشر ثقافة الفساد والإفساد على شتى الصعد فضلاً عن إن البلد يأخذ بما نحن نسميه في العلوم السياسية بسياسة الإدارة بالأزمات أي افتعاد من أجل إبعاد الأنظار الداخلية عن المشاكل الحقيقية هذا التجديد بدولة الفشل يكمن في مخرجات اختلالات هيكلية على الصعد السياسية وعلى الصعد الاقتصادية وعلى الصعد الأمنية كل هذه الاختلالات جعلت من البلد بهذه الصورة التي تعود بالفائدة على الذين يتولون السلطة منذ عام 2003 إلى الآن خدمة لمصالح ذاتية وأيضاً خدمة لمصالح إقليمية النظام السياسي أي نظام سياسي هو ليس بمعزل عن البيئة الداخلية التي يتحرك بداخلها دكتور على ذكر البيئة الداخلية والحقيقة وردت معلومة في ثنايا كلامك أن العراق أصبح ذو قوة دفع ذاتية في الداخل وتأثير في الخارج منذ 1932 فقط أستوضح لماذا بال32 تأسيس دول العراقية كان 21 حصلت على الاستقلال النهاي يعني من بدأت تدخل إلى عصبة الأمم والعراق نعم وحصل على الاستقلال في 1921 لكن لم تكن هناك دولة بالمعنى الحقيقي الدولة العراقية بدأت بتأسس منذ عام 1932 واستمرت وأنا ذكرت لك هذه الدولة التي تأسس 1932 واستمرت كانت دولة هدف وليس دولة سلطة على الرغم من ما جرى يعني خلال سنوات معايدة هذا ليس موضوعنا ولكننا نتكلم عن دولة هادفة ودولة فاشلة بعد 2003 والفشل الأسباب التي ذكرت لك إياها قبل قليل عدم توظيف القدرات الذاتية للعراق على نحو يوضي بالعراق إلى الارتقاء الحضاري وثم التأثير الخياسي الخارج على العكس من 2003 تماما حالة مختلفة تماما عن الذي كان قبل 2003 يا أخي الفاضل طبعا المستفيد ومصرناها القرار الأحزاب الإسلاموية التي تدعى الدين وهي بعيدة عن الدين وطبعا أطراف إقليمية تدرك أن مصلحتها الإقليمية تفضي بها إلى جعل العراق دولة ضعيفة لأن العراق عندما يكون قويا في الداخل يصبح قويا في الخارج والعراق القوي يشكل تهديد لكثير من القوى الإقليمية وبالتالي هذه القوى الإقليمية لها مصلحة في ديمومة الحالة الراهنة في العراق الضعف البنيوي شكرا دكتور شكرا لدكتور مازن الرمضاني أستاذ العلوم السياسية كان معنا من لنا شكرا جزيلا على هذه المشاركة دكتور رافع الفلاحي هل الفساد الحكومي الذي بشقيه الإداري والحكومي الذي برز وتغول بهذه الصورة بعد عام 2003 هو الذي ساهم في تشوه مؤسسات الدولة على هذه الصورة المسخة الآن أم أن تشوه المؤسسات مؤسسات الدولة هو ربما كان البيئة الإدارية المناسبة لولادة هذا الفساد الحكومي واجتدات ساعدة وتغولة على الصورة الآن التي ينخر فيها في كل مفاصل الدولة العراقية أم العلاقة الجدلية أحدهم يحتاج إلى الآخر هي العلاقة الجدلية الحقيقة أحدهم يحتاج إلى الآخر لكن بناء المؤسسات مثل ما تعرف صار ماجد أنا أعرف الجميع يحتاج إلى قواعد بناء أي مؤسسة يحتاج إلى قواعد هناك قواعد سليمة هناك قواعد غير سليمة عندما يتحدثون مثلا عن بناء مؤسسة العسكرية أو المؤسسة الأمنية بعد 2003 عندما تأتي إلى القواعد التي بنيت عليه هذه المؤسسة لا تجد مؤسسة مؤسسة مشوهة ليست مؤسسة تعبر عن حاجة لوطن ومواطن لهذه المؤسسة عندما تبنى على أساس طائفي على أساس ميليشياوي على أساس مكونات وقوى وتتحكم بها بهذه الطريقة وهو ليس جيشا أو مؤسسة تابعة للوطن لكنها تابعة لأعزاب معينة ولقوى معينة وتحمي عملية سياسية وتحمي حكام معينين يعملون في هذه الدائرة ويساعدون الأجنبي ويساعدون المحتل بالطريقة التي حصلت في العراق ستجد أن هذه ليست مؤسسة ليست مؤسسة وطنية أنا نتحدث عن مؤسسات وطنية مؤسسات قادرة أن تعطي للمواطن شيئا فيها قواعد مؤسسة وبشكل تراكمي وفيها سياقات عمل ثابتة مقدرة مقننة معروفة واضحة هذه غير موجودة لدينا في العراق خذوا المؤسسة التعليمية خذوا المؤسسة الصحية كل المؤسسات الموجودة في العراق أنت تحدث عن مدخلات ومخرجات ما هي مخرجاتها وبالتالي تقييس على ذلك وأنت تتحدث بالتالي تصل إلى نتيجة تسأل نفسك هل هذه مؤسسة أم غير مؤسسة وتجدها غير مؤسسات فدولة مؤسسات تدار بقانون محدد لا يشغله اللون والشكل والطائفة والدين وتشغله فقط مقدار الخدمة التي يستطيع الفرد أن يقدمها لهذه المؤسسات غير موجودة وبالتالي هذه البيئة الإدارية الموجودة الآن بهذا الشكل بهذه الهيكلية بيئة مناسبة لاستمرار الفساد وأيضا تصاعده وليس متوقع عن عملية مكافحته أو الحد منه أو كبح جماعه ما هو هذا كان المطلوب هذه الفوضى في غياب المؤسسات في غياب دولة المؤسسات هذه فوضى مقصودة هذه ليست فوضى طارئة لذلك كانت تحدثت من البداية قالوا لنا وكانوا يرددون لحد الآن أن هذه الأحزاب خبرتها قليلة تجربتها قليلة فلذلك صبروا عليها لكي تتعلم التجربة يعني هذا التشوه ممنهج ممنهج هو واضح جاءوا بمشروع وهؤلاء يرعون هذا المشروع هذا المشروع هدفه هو تدمير العراق إيصال العراق إلى الحضيظ وهذا ما حصل الحقيقة لذلك لو بنيت مؤسسات لو كانهم قد جاءوا من البداية وفي ذهنهم بناء المؤسسات لحافظوا على كل المؤسسات السادقة على ذكر بناء المؤسسات دكتور الشركاء العملية السياسية من 15 عام يتعهدون ببناء دولة المؤسسات الحقيقية والراسخة لكن جابهتهم تحديات في الداخل والخارج إرهاب وما غير الإرهاب وما ذلك لذلك هذا المشروع ربما تأخر هل يتوقع أو هل أنه كان يحتاج إلى 15 سنة حتى تبصر دولة المؤسسات النور وتظهر ويلمس نتائجها أو أعمالها المجتمع هل يتوقع أنه في المرحلة القادمة الآن ربما الظروف أفضل فيشرع ببناء دولة المؤسسات الحقيقية هذه الشماعات التي تكرر منها الإرهاب ومنها المشاكل الأخرى هناك دول عديدة كثير من دول العالم تتعرض لما هو أشد من هذه المشاكل ولكننا نرى أن هناك بناء لذا أنا هنا دائما أقول أن لا أقول هؤلاء الطبقة السياسية قد فشلت في إنتاج المؤسسات لأن الفشل يكون بعد إرادة وبعد سعي ولا يحقق نتيجة أما هؤلاء كانت ليس على يديهم لا إرادة لبناء دولة ولم يسعوا إلى بناء هذه المؤسسات والمواطن العراقي اليوم حينما يرى ويشاهد ويقارن بين هذه المخرجات والنتائج التي وصل إليها العراق وبينما يقوم به هؤلاء السياسيون لمصلحتهم الخاصة يجد أن هناك نجاحا شخصيا لهؤلاء إذن هناك إرادة لهؤلاء إرادة شخصية لتحقيق مصالحهم أما الإرادة لتحقيق مصالح الشعب العراقي وقدماته فلا يوجد هذه الوعود لكن الشعب انفجر الشعب انفجر الشعب انفجر الفجر غضبا وصخطا إلى الآن لا يزال في طور التطور للمطالبة أو للوصول إلى تحقيق مطالبه الحقيقية هذه الوعود التي تكررها أو التي تدعي بها هذه الطبقة هي متكررة منذ البداية إلى الآن لكنها دائما تخلف الوعود وهذه الطبقة السياسية التي هي أخلفت الوعود بالخدمات البسيطة أخلفت الوعود بالماء وبالكهرباء فمن باب أولى أنها تخلف الوعدة البيت الحقيقي الأمان والرخاء والاستقرار السياسي لأنه كما ذكرنا وتقدم في خلال هذه الحلقة هذه البيئة المناسبة لاستمرارهم والاستمرار فسادهم والبقاء على هذا المشروع الذي أصحاب المشروع الأساسي هم يريدون أن يؤدي إلى أهدافه وهو تدمير العراق وتدمير المجتمع العراقي الذي نرى اليوم آثاره الكارثية على كل الأصعدة بما فيها المكونات العراقية يعني العلاقات الاجتماعية التي أصبحت على شفاح هاوية وكارثة كبيرة شكرا دكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين كان هنا معنا في الستوديو شكرا لدكتور مازل رمضاني أستاذ العلوم السياسية كان معنا من لندن عبر الهاتف في هذه الحلقة من طاولة حوار التي بحثت في فشل أو أسباب فشل الطبقة السياسية الحاكمة في العراق في بناء دولة المؤسسات الحقيقية والراسخة لتقدم منافع للمجتمع سواء مدني أو عسكري نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود مع دكتور رافع الفلاحي ليسمعنا ويقدم لنا خلاصة النقاش في هذه الحلقة قومنا شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة دكتور عملية عدم بناء دولة المؤسسات عمل مقصود وبإرادة سياسية كما جرى النقاش هناك تعمل لأن تم تستفادة تعود على الطبقة السياسية من تشوه هذه المؤسسات وعدم وجودها لا عسكري ولا مدني هذا يستدعي أن هناك أخطار محتملة على العراق كيانا ومجتمعا إذا ما استمرت هذه الفوضى المؤسساتية أو التشوه المؤسسات نعم بالتأكيد أستاذ ماجز نحن يوم تحدثنا أنه هذه يعني دولة المكونات باقية ما دامت يعني فكر وإرادة بناء الدولة الحقيقية بناء المؤسسات غاية وحصادها ماثل العيان هذه وهذا الحصاد موجود وستبقى هذه دولة المكونات باقية ما دامت الميليشيات باقية ما دامت هذه الأحزاب المعتمدة على المحصصات الطائفية والإثنية ومستندة إلى هذه باقية وتتغول ومحمية ولا أحد يستطيع أن يمسها ما دامت ما دام الفساد مستشري ما دام كل الفكر مبني على أساس القرار الخارجي الذي يحكم العراق ما دام يعني القرار العراقي غائب والبعد الخارجي هو من يتحكم بالعراق لذلك وتمت مصلحة للحاكمين الجدد أيضا بالتأكيد هذا بالتأكيد مهما غيرت الوجوه مهما جئت مهما تعددت الوجوه مهما تعددت عن تقنقراط وبناء لا يمكن أن يبني دولة مؤسسات ما دامت هذه القسار كلها أنت يجب أن تضع خطا فاصلا تحاسب ما قبله وتزيله وبالتالي تبني بناء جديدا أما أن تبني على هذا الخراب الموجود سيؤدي إلى خراب أكبر شكرا جزيلا دكتور نلتقي في الاسمالك وطاق Chairman وطاق لك شكرا جزيلا دكتور اشتركوا في القناة